مرحبا جميعا ياتيكم العافية اليوم نتوكل على الله ورح نشرح محاضرة الانترودوكشن تبعي الدكتور سامير محجوب بنواين بيو كيمسترين مرسن وحنشرح برضو من طبيض احد زملائنا كان موجود على موقع على الجروب الدفعة وان شاء الله حنربط معلومات بناتهم هلا هي معلومة سهلة وطيفة وما حا اسرح كل الجزئيات فيها لان في جزئيات مش كتير بتهم بس في جزئيات كتير مهم واجع لها اسئلة بتذكر بالمد والفاينل اجع لها بجوز بالمد سؤالي نوع بالفاينل ولا السؤال بس برضو احنا ندرس المحاضرة بس برضو انا بحكي مش نحط لها كتير وهيك برايوريتي لانه الواحد بشك انه حتاخد كتير حاجة من الامتحان بس برضو احنا ندرسها وعالاقلب حتشوف فيها معلومات كررت معنا فصل اول فصل ثاني يعني انه مسلا ناخد هاي المحاضرة هلا حنشوف الربط بين مواد فصل اول وفصل ثاني بش يعيك رؤوس اقلام معظمها هلا معلومات احنا بنعرفها تمام الابجكتفز مش اشي مهم اوكي بيو كمستري بيحكو لك له تطبيق الكيمياء في دراسة العمليات الحيوية بيولوجيكال مثل التشكيل التشكيل التكوين التشكيل والتفاعلات الكيميائية المواد في الانظمة الحية على المستوى الخلوي والمستوى الجزئي متغيق مجرم كيميا الأنظم الحية باي A. Studying the structure and behavior of the complex molecules found in biological materials إن أنا أدرس الهيكل والسلوك الجزيئات المعقدة الموجودة في المواد الحية B. The ways these molecules interact to form cells, tissues, and whole organisms الطريقة يبتج فيها هاي الcomplex molecules الجزيئات المعقدة اللي interact تتواصل فيها شوان تعمل عندي خلايا وتعمل عندي أنسجر بعدين تعمل عندي whole organisms كائنات حية كاملة بقول إنه biochemistry involves and incorporates with large areas of إنه الكيمياء الحيوية involves تتكوين and incorporates 10 damage مع أو مثلا بتعمل ناع with large areas of مع مع هاي الفيد الآتية مع التخصصات الآتية cell biology اللي هو علم الخلايا أخذناها بالفصل الأول وشفنا كيف مثلا البيوكيميستري بتكون بالcell biology إنه حكينا مثلا واحد من الأمثلة إنه الليبيد مثل الفوسفليبيد والكوليستيرول بيكونوا a huge component of the cell membrane وإلى مع آخره يعني اثنين molecular biology بصون أخذنا molecular biology الفصل الثاني وشوفنا برضو وجه الربط بين البيوكيميستري والمولكيلر بيولوجي من الإنزيمز وما إلى آخره المولكيلر جيناتكس نفس المبدأ بس إنه زي مولكيلر بيولوجي بس على مبدأ على مستوى الجينات اللي أخذنا مثلا نحكي الترانسكريبشن الترانسكريبشن وهالأصص على المستوى الجيني مولكيلر جيناتكس أحد تطويقات البيوكيميستري بيوصف البيوكيميستري الأصل الوظيفة التكوين النقص أعراض النقص تمام كل هاي الأشياء اللي بيوصفها بيكون فيها تضمن الماكرو مولكيوز الجزيئات الكبيرة هاي للبروتينز كاربز فات نيوكليك أسد إنزيمز اندر بلدين جينات هلا تذكير سريع البروتينز أمان أسد كاربز اللي هم الشغير بلدين جينات اللي هو كاربين هيدوجين أكسوجين بازون وممكن مرة تكون أدر أدر كمبوننط السلفات اللي هم الليبد وهالقصص tricyglycerols والفاتي أسد بلوس بيس مرات 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 بدون بيس انتوا عارفين هالقصص اللي هو أستر زي فاتي أسد و نيوكليك أسد ال نيوكليك أسد اللي هو الDNA والرنة والإنزيمز برضو كمان نحن نعرف إنها أصلا بروتينز وأصلا بروتينز وأصلا بروتينز تمام أوكي هلا types of biomolecules small molecules يندي lepids phospholipids glycolipids and sterols lepids دهون phospholipids متذكرينها من وقت الليبد من وقت مشرحتها Glycolipids اللي هو اللي بتكون سكر تمام مع lepids carbs and lipids sterols is complex lipids لزا متذكرين برضو كمان من classifications تبع عن lepids وقت مشرحتها عنو الفيتامينز حكينا fat soluble vitamins عندي كمان water soluble vitamins شرحت لنا يوم زمليتنا رهف hormones اللي هو برضو كمان lepids neurotransmitters برضو كمان lepids و carbs اللي هو ما sugar in general monomers عنو الأمانو أسد اللي هو مانومرات اللي هو بتكون صغيرة تمام اللي هو تتكون من هاي الأشياء أو لا monomers اللي هي الأشياء اللي بتكون هاي الأشياء تكون small molecules monomers مثل الأمانو أسد عندي بتكون proteins nucleotides بتكون nucleic acids اللي هو RNA و DNA و برضو كمان هاي بتكون الأنزيمز تمام blow monosaccharides بالскую بازم double polysaccharides なん عندي نيوكليك أسد اللي هو ديناي الـ RNA اللي هو المونمر اتبع لهم من نيوكليوتايد عندي اللي هو بيجوا من المونو ساكرايد تمام؟ المونو ساكرايد في الظن كانوا غلوكوز و جالاكتوز إذا الله مخيبني كانوا غلوكوز و جالاكتوز إن شاء الله تلا صح اوكي بيو كميكل ري اكشنز عنه متابلزم اللي هو عمليات الايب تمام؟ متابلزم total sum of the chemical reactions happening in a living organism includes اللي هو بيكون مجموع التفاعلات الكيميائية اللي بتصير بالكائن الحي اللي رنقود انابالزم انكرابالزم انابالزم اللي هو عمليات البناء كتابالزم بتكون عمليات الهدم انابالزم اللي هو energy requiring biosynthetic pathways energy requiring تحتاج الطاقة biosynthetic اللي هو صناع pathways biosynthetic pathways اللي هو تفاعلات الصناع الحيوية تمام؟ ومثلا synthesize اللي هو تصنيع تمام؟ بايو تصنيع حيوي pathways اللي هو عمليات عمليات التصنيع الحيوي اللي بتصير بالجلسة اللي بتحتاج طاقة كتابالزم degradation of fuel molecules and energy production for cellular function اللي هي عكس الانابالزم عمليات الهدم degradation اللي هو تحطيم of fuel molecules للجزيئات اللي بتعطيني طاقة وانرجي كمان fuel اللي هو زي نحكي هي زي نحكي بنزين أو وما اللي فهمتوا كيف هالفكرة انه energy and fuel تقريبا نفس المصدر طاقي يعني production for cellular function انه بنتجها مشان يتم تأديد وظيفة الخلايا most of the reactions are catalyzed by enzymes معظم ال reactions يتم تحفيزها استخدام الانزيمات the primary functions of metabolism are الوظائف الرئيسية العمليات الأيضية utilization of energy استهلاك الطاقة أو توظيف الطاقة في التفاعل اللي بنحتاجه synthesis of molecules needed for cell structure and functioning as proteins, nucleic acids, lepids and carbs ديوصناعة الجزيئات اللي بنحتاجها مشان الوظيفة الخلاوية مشان انه الخلايا تشتغل مثل البروتينات الاحماض نيوكليك النووية مثل DNA والRNA lipids والدهون والcarbs نعرفها السكريات removal of base product نائم زي بنحكي الفضلات الموجودة في الخلايا اهلا بيقولك العلاقة بين Biomolecules and structure بيكون عندنا مثلا building blocks اللي هو مثلا simple sugars amino acids nucleotides و fatty acids بيروح بعملهم anabolism اللي هو عمليات البناء اللي حكيانا ذات needs energy for for happening دي انجا عصد قبلها تشوفوهم شو بقول energy requiring biosynthetic pathways تمام وبطلع عندي macromolecules اللي هي polysaccharides proteins اللي هو peptides poly or mono or whatever وبطلع عندي RNA و DNA و lipids بس اهمل catabolism بطلع عندي هاي الاشياء تمام فلو ممكن يجيكم سؤال which one of the following is a result of anabolism اي واحدة من الاتية مثلا تنتج عن عمليات البناء بيجيب لك مثلا هدول الاربعة و بيجيب لك واحدة من هدول واحدة من هدول ماكو تختارو نفس الاشياء ممكن مثلا يسئلكم اي واحدة من الاتية مثلا النتيجة عن عمليات catabolism عمليات الهدم تمام بجيب لكم الاربعة هدول ممكن نجملكم واحدة من هدول و كو تختاروها تمام ون هي اشياء بحس انه ممكن تيجي تمام هلأ البعدي بقوللك Principles of Biochemistry اللي هم مبادئ الكيمياء الحيوية صراحة كل هاي اللي سلايد ما بحس إلا داعي انا ها اقرأها السريع و رح اعطي نواتي السريعه بس من هون تقريبا لعند هون هذا جزء رح ناخده من الطبيض و رح ناخده جزء تاني من الطبيض بحس ما قلهم كتير داعي يعني عبارة عن كلام و شرح و اشياء هيك كلامي مرمم بعرفش كيف هيجع علي نمط الأسئلة فما اظن اصلا ما اجعنا علي ولا اجع على السنوات القبل تمام Cells are highly organized and constant source of energies required to maintain the ordered state بقولكم انه واحدة بناء الكائنات الهي رؤسي لها الخلايا بتكون كتير منظمة وبتحتاج لمصدر طاقة دائم مشان تقدر اتكمل في حالتها ثابتة living processes contain thousands of chemical pathways العمليات الحيوية فيها كتير برضو يعني مثلا نقدر نحكي pathway كمان فيها كتير مثل تفاعلات كيميائية تمام The regulation and integration of these pathways are required to maintain life انه بحكيك تنظيم هاي التفاعلات مهم مشان حافظة الحياة certain important pathways مثال glycolysis is found in almost all organisms والكمثال على التفاعلات الكيميائية glycolysis اللي هو تحلل السكر في الكبد أو سري تحلل السكر في الدم بعد ما يطعم الكبد is found in almost all organisms All organisms use the same type of molecule كل كائنات الحية تستعمل نفس الجزيئات مثل carbs, proteins, lipids and nucleic acids أو يكون عندها هاي الجزيئات Instructions for growth and reproduction for each organisms encoded in their DNA كل هاي التعليمات بتكون موجودة بكل DNA تبع كل كائن حي name of biochemistry الهدف من biochemistry احنا شو كنا ندرس هون كنا عم ندرس الprinciples هون احنا مشوف الهدف من biochemistry is the complete understanding at molecular levels all the chemical processes associated with living cells اني افهم على المستوى الجزئي كل العمليات الكيميائية المرتبطة في الخلايا الحيوية Also structures and functions, metabolism and its regulation gene expression, modulation and how the life has begun DNA, RNA and therefore proteins synthesis of proteins Enzymes regulate the functions of the rest of the living cells pathways structures and functions metabolism and its regulation How is the brain and how life has begun GEN expression modulation and how life has begun كيف يبدأ الحياة انو حكينا DNA تصير عندي transcr Bali kitsch to realize these targets بيوكميستs have to isolate numerous molecules found in cells determine their structure, analyze and analyze how they function مشان أوصل على هالأهداف البيوكميستs اللي هم الناس اللي بدرسوا بيوكميستري علماء البيوكميستري يعني have to isolate numerous molecules لازم يعزلوا كتير من الجزيئات اللي بتلاقيها بالخلايا determine their structure, يحددوا هيكلها and analyze how they function ويحللوا كيف بتشتغل many techniques have been used for these purposes as chromatography, electrophoresis elemental analysis ultra centrifugation centrifugation mass spectrometry and x-ray crystallography تمام؟ هاي اشياء بحكو لك من المثال that have been used for these purposes the interrelationship of biochemistry and medicine is a white two-way street محكو لك ازاي مشبهة بالشارع اللي طريقين مرتبطين في بعض علاقة البيوكميستري and medicine مثلا nucleic acids اللي هو الأحماض النووية اللي ها علاقة بالجناتك دزيزز بالأمراض الجينية proteins اللي ها علاقة مثلا بالسيكل سلينيمي السيكل سلينيمي اللي هو مرض بالهيموغلبن بعضهم بتحول من هيموغلبن S لهيموغلبن A أو هيموغلبن B إذا أنا مش مع الأغلب منها غلط يعني وسهي بتتحول من نوع هيموغلبن لنوع هيموغلبن تاني والهيموغلبن من تركيبه is actually protein اللي globulin مع globin صوري مع الأفئي اللي هو الحديد تمام؟ فأي خلل ببروتين بيطلع عندي أحد الأمثل اللي هو الساكل سلينيميا الأنيمي المنجلية تمام؟ carbs diabetes mellitus اللي هو type 2 diabetes أو type 1 diabetes انسوا المعلومات اللي عب بحكيها و هذا المهم إنه السكريات تأثيرها مثلاً بيأدي إذا صار عندي خلل بالسكر بالجسم بيأدي عندي إلى السكرية lipids arteriosclerosis أو نفسه arteriosclerosis اللي هو تصلوا بالشريين تمام؟ هاد أي خلل بالدهنيات عندي بالجسم بيأمل عندي arteriosclerosis أو arteriosclerosis تمام العلوم العامة والكيمياء الحيوية genetics nucleic acids their structures and functions constitute the core of genetics كل هاي الأشياء بتكون عبارة عن المحور الأساسي للجنتيكس تمام؟ physiology تمام؟ بعلم الوظائف للأعضاء biochemistry overlaps almost completely with physiology تتصل تصال تام مع علم العضاء الوظيفية immunology science that deals with defense mechanisms against diseases is considered the branch of biochemistry بيتبرو immunology branch تفرع من biochemistry it's a science that deals with defense mechanisms against diseases بيحكول كده علم بيهتم في mecanism طرق الدفاع أو مثلا ندافع الجسم عن حالة ضل الأمراض pathology لعلم الأمراض biochemistry explains at the molecular level the symptoms and pathogenesis of disease إن بحكيك البيوchemistry على المستوى المolecular على المستوى الجزئي بيسرح symptoms للأعراض والpathogenesis لتكون الأمراض of diseases تمام؟ pharmacology and toxicology pharmacology علم الأدوي toxicology علم السموم advances in these sciences depend primarily on knowledge gained from biochemistry is drugs and poisons are metabolized inside the body and enzyme catalyzed biochemical reactions بيحكي لك إن التطورات في هاي العلوم بيعتمد بشكل أساسي على المعرفة اللي ناخدها من البيوchemistry مثل drugs and poisons بيحكيك لأنه الدروج الأدوي والpoisons السموم are metabolized inside بيصير أيضهم جوة الجسم and enzyme catalyzed biochemical reactions بتفاعلات يتم تحفيزها عن طريق الإنزيمات في الجسم تمام؟ biological sciences العلوم الحيوية مثل microbiology botany and zoology علم الحيوانات وظن هاد علم النباتات microbiology عن الأحياء الدقيقة تمام؟ use biochemical approaches in the study of different aspects of these sciences من استعمل البيوchemistry أو مثلا biochemical approaches لأن الأشياء تؤمن لها علم البيوchemistry في دراسة نواحي مختلفة من هاي العلوم بيطلع عندي بهلفة وقد ليه فارميكولوجي بيثولوجي مدسة ميكروبيولوجي ناخدها سني تاني هاي الاشياء خد ناس وني أول عرفة it's like a meme it's a funny thing فاس اكيد intention intented اكيد مقصودة intented يعني okay normal biochemical processes are the basis of health هلا بقولكم انو لما تصير العمليات البيو biochemical بطريقة normal بتكون اساس الصحة according to WHO world health organization موضم الصحة العالمية definition of health تعريف الصحة هو situation in which all entering extra cellular reactions that occur on the body are proceeding to treat with maximal survival of the organism in the physiologic state بقولك ان هو الوضع اللي بيكون في كل التفاعلات الداخل الخلوي والخارج خلوية بيجسم بتسير بمعدلات بتأدي الى survival maximal survival of the organisms يعني بتكون الكائن الحيا عايش في اتم عم بيصير اتم وظائف يعني على اعلى حد على اتم حد بيوكا بيوكاميكال research nutrition and preventive medicine اللي هو الطب الذاتي وتذكر كان والطب الوقائي اللي مش عارف ايش ولا غداي بيوكاميكال بيوكاميكال الكاميكال اللي بيحتاجها ومثلا البيومالكيوز اللي بيحتاجها مثل الفيتامينات والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والمانوريال المعدم والمو تمام؟ عشان واحد حافظه صحته بيوكاميكال 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 بيك ان كتير من الاشياء بتربط البيوكاميكال بالتغذية مشان يشوف وجهات مختلفة لهاي المواد الكيميائية بيقولك الطب الوقائي اللي بيشتغل على محافظة على الصحة والحماية من المرض خلال HGP بيوكاميكال في البحث خلال كما بتربط المنزل بيوكاميكال وتربط لذلك عشان أكون بعرف بالتغذية لازم أكون بعرف بالبيوكاميكال بيوكاميكال بيوكاميكال الوحر مشروع تقريبا بوصيل من 20 سنة عرفوا وفي ترتيب كل الجينات على في الدي اناي تمام هادا بريف شوف the human genome project HGP has influenced many disciplines in areas أثرت على كثير من الانضباطات والمناطق of research تبعوني البحث تمام ومسلا مش مناطق يعني مواضع البحث Biochemistry was on our way long before the HGP commenced يعني Biochemistry كان كتير متراجئ مثلا متأخر من نحكي عن طريقه قبل ما يطلع ال HGP However number of the disciplines shown أحد الأشياء الدراسات اللي عملوها اللي هي Bioinformatics, Genomics, Glycomics, Lipidomics, Metabolomics Molecular Diagnostics, Proteomics and Transcriptomics تمام؟ Are very active areas of research by Biochemistry ساعة الأشياء اللي بيستعملها بيعمل فيها ريسارتي ال Biochemistry من الأمثلة لها BioTechnology Pharmacogenomics Synthetic Biology Proteomics Bioethics Lipidomics Biophysics Glycomics Bioengineering Stem Cell Biology Gene Therapy Metabolomics Neutrogenomics Transcriptomics Kriptomics Bioinformatics Nanotechnology Molecular Diagnostics and System Biology ما في داعي ترجمة؟ ما يعني السوال ممكن مسلا يجا Which one of the following مسلا is a human مسلا is a field of science that that was a part of the Human Genome Project بجملكم أمسروا يعني it's either in or out طمعا يعني محفظ بص ما أظنش كمان يجا لها السوال كتير بد أحفظوا مش شايفتوا اشي مفيد أنا صاردوا ادرسوا أوك هدا الجزء المهم هون إحنا بلشنا بالجزء الكتير مهم اللي على الأغلب بيجا لي أسئلة دائما أوك Most and perhaps all diseases have a biochemical basis كل الأمراض أو معظمها بكون عندها أساس biochemical Most if not all diseases are manifestations of molecules of normalities chemical reactions or biochemical processes The major factors responsible for causing diseases in animals and humans are affecting one or more critical chemical reactions or molecules in the body بقولك إنه بشكل عام أنا بس أجي أأثر على الملكيوز أعملها abnormalities جزيئات غير طبيعية chemical reactions تفاعلات كيمية or biochemical processes عمليات حيوية بتأدي إلى diseases أمراض في الحيوانات وال humans البشر بشكلها ما نعتبر أصلا خلايا خلايا حيوانية أو حيوانات are affecting one or more critical chemical reactions or molecules in the body هذه الأشياء كلها بتأثر على تفاعل كيميائي مهم أو جزي في الجسم The major causes of diseases السبب الرئيسية تمانية إلى الأمراض السبب الأول هو physical agent عام الفيزيائي mechanical trauma extremes of temperature variation and electric shock المحدة عالية من الحرارة الإشعاع والصدمة الكهربائية chemical agents عوامل كيميائية including drugs and toxic compounds drugs that we toxic compounds مركبات salmon biologic agents with the viruses bacteria fungi higher forms of parasites viruses virus bacteria bacteria fungi fungi higher forms of parasites انشطاريات or whatever make that mean oxygen lack loss of blood supply إنما يكون عندي oxygen بسبب loss of blood supply يكون عندي دم أليل depression of the oxygen carrying capacity of the blood إنو تقل عندي مساحة نقل الأكسجين في الدم أو حمل الأكسجين في الدم poisoning of the oxidative enzymes or sometimes تسمم في poisoning أو تسميم في إنزيمات تموكسد genetic disorders اللي هو الأمراض الجينية مثل kingenital اللي هو خلقي أو molecular اللي هو على المستوى المولكيلي مثلا يكون رادي بالDNA ورنة بيكون مثلا من الأب للأم ولما أخره immunologic reactions تفاعلات إميونية منعية anaphylaxis autoimmune diseases أو autoimmune diseases اللي هو أمراض المناعة الذاتية انا فلاكسز مغطلة معها إيشو بس احفظوه مش غلط nutritional imbalances إنو إش خلل غذائي مثل deficiencies أو excesses deficiencies اللي هو نقص و excesses اللي هو زيادة endocrine imbalances غلط في الجهاز الـ endocrine القضة الصماء مثل hormonal deficiencies أو excesses اللي هو نقص في الهرمونات أو زيادة فيها هلا أنا أشوف السبب تبع المرض أو طريقة عمل أو طريقة عمل مثلا أو المكانات طريقة انتشاره في الجسم شو مثال عليه اللي هو demonstration of the causes of genetic defect as in cystic fibrosis التاليو في الكيسي أنا أشوف أسباب الجينية في التاليو في الكيسي هاد الحفظ هاد الحفظ ويني إذا دي يجيش هاد الساق دي يجي من هاد الجدول to suggest rational treatment of diseases based on one above إني أقترح علاجات لهاي الأمراض بناء على الأسباب وطريقة عمل هذا المرض مثال اللي هاد diet low in phenylalanine and phenylalanine for treatment of phenylketinuria كيف فقدر عالج الفن الكتنورية اني أعطي غذاء قليل بفنylalanine المثالة هاد بقولك ان تأسست in the diagnosis of specific diseases مشان أساعد في تشخيص العديد من الأمراض use of the plasma enzyme keratin kinase CKMB اللي هو keratin kinase اللي هو CKMB and the diagnosis of mycardial infarction مشان أستعمل هاد الإنزايم في تشخيص mycardial infarction زبحة الصدرية to act as screening tests for the early diagnosis of certain diseases مشان screening tests اللي هو الأشياء اللي بتعطينين دي نتائج تمام سنعن بروح بعمل مثلا أشياء مستويعت في الدم والبول وما إلا ذلك وبيعطيني نتائج لهاي هي screening tests early diagnosis of certain diseases تشخيص المبكر لبعض الأمراض مثال عليها use of measurement of blood thyroxine or TSH in the diagnosis of congenital hypothyroidism أني أستعمل مثلا المستوى thyroxine في الدم له TSH thyroxine stimulating hormone in the diagnosis في تشخيص congenital hypothyroidism له hypothyroidism له قلة في إفراز هرمون الثيرويد الخلقي كنجنت الخلقي to assess in monitoring the process example recovery worsening remission or relapse of certain disease أني أشوف تطور مراحل المرض أو مثلا شيفاء أو مثلا أن أصرت الحالة أسوأ صرت الحالة أحسن وما لذلك مثال عليها use of the plasma enzyme ALT in monitoring the process of infectious hepatitis أن أشوف إنزيم ALT في مراقبة monitoring يعني مراقبة progress تقدم infectious hepatitis له مرض التهاب الكبد الوبائي infectious hepatitis hepat يعني كبد hepat hepatitis التهاب infectious التهاب الكبد الوبائي تمام تأسست in assessing the response of the disease to therapy مشان أشوف كيف response مثلا تفاعل المرض مع العلاج مثلا عم بستفيد وما عم بستفيد مثال عليها use of measurement of blood CEA in patients who have been treated for cancer colon أنا أشوف مستويات CAA في المرضى اللي كان عندهم colon cancer اللي هو سرطان وقلون هؤلاء المرضى ما أظنش مطلوب من أن أحفظهم وبس أوكي بلأ مدين أنا فتحت الطبيض لازم لديتنا ما عم بشوفي شيء مهم مثلا أو إجاء لنا بالامتحان تمام كيف حتصف الفكرة؟ حتصف الفكرة أنا أنا هختار لكم أكام صفحة تشوفوها من الطبيض تقرأ هو قراءة فقط لا أكتر لأنه صراحة باجة عم بقرأ بالطبيض و عم بشوف أنه كله نفس الحكي اللي كان موجودين دوب إشياء صغيرة مثلا 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 23 جينز أو كرمسومس بيجوا بيترنال وإشي ماترنال من الحكي وإشي 23 كرمسوم من الأب والأم وإشي مثلا إنه وين صفحة أربعة شوفو إش مكتبين مثلا هذا إشي معتبر أنه مهم مثلا وين كيف طريقة إرتباط كل علم حكينا مع البايو كام ستري أنا بحكي لكم هاي الصفحات وبحطو لكم رابط هاي الطبيض فوق البوست تمام وبحطو لكم الصفحات المهمة بس برضو مش شايف في إشي كتير مهم إنه ينشرح هلا مثل ما قلت لكم آخر إشي حا أحكي بالنسبة لها المحاضرة هال المحاضرة مهمة بس مش أولوية يعني ما هيجا لها أكتر من سؤال أو سؤالين ماكسموم أدرسوها بس أدرسوا على الأشياء لقلت لكم هاي مهم وهاي ممكن يجا لها السؤال تمام وهالأشياء قرأوها قراءة دعما يجوا أدرسوها مثلا أستري كاميرا مراجعة بس ما تحطوا فيها كتير جود مثلا تدرسوا لي 18 رئيس كاملات لأنه مثلا نعرفوا كيف تربطوهم لاوا طريقة تربطوهم فيهم تمام ما تستهلكوا كتير من وقتكم على هاي المحاضرة لأنه هي ما بتحتاج أصلا كتير هدا الوقت بس برضو ممكن يجليها السؤال سؤالي ما نضيعهم شوفوا الجدول اللي قلت لكم عنه وشوفوا العلوم المرتبطة وأسباب الأمراض وأكتر من هيك مش كتير ضيعوات لأنه الباقي أصلا مفروض تعرفوه من باقي المواد تمام وباست افلك ضلعينا محاضرتين محاضرتي للا بدس 3 وللا بدس 4 إن شاء الله بكرة بكونوا جاهزين أو بعد بكرة وقدروس منيح ونراكم على خير إن شاء الله